بعدما كانوا محميين بقاعدة أمريكية قريبة من قراهم يخشى سكان مقاطعة أتشين في شرق أفغانستان تهديد مقاتلي طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية منذ السحاب القوات الأجنبية كنا نعيش حياة شبه طبيعية عندما كان عناصر القوات الأمريكية هنا لم يكن هناك أي من مقاتلي طالبان ولكن في الأشهر التي تلت رحيلهم عادت حركة طالبان إلى ولاية أتشين وبدأت هجبتها وكان عشرات من أفراد القوات الخاصة الأمريكية نشروا في قاعدة أتشين لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي تمركز في المنطقة في العام 2015 والقوات الأفغانية هي الآن المسؤولة عن القاعدة بأكملها لكنها تعترف بأن قدراتها محدودة غادر الأمريكيون القاعدة وسلموها للجيش الوطني الأفغاني لكن القوات الأمريكية كانت تمتلك معدات حديثة مثل الطائرات المسيرة وسيطرت على المنطقة من الجو لسوء الحظ ليست لدينا تلك القدرات منذ مغادرة القوات الأمريكية زادت نشاطات المقاتلين بنسبة 10% وفي بعض الأحيان هم يهاجمون القوات المحلية هنا لكن السكان يقولون أن الهجمات زادت بنسبة أكبر بكثير ولسنوات بث الجهاديون الرعب في الولاية لذلك شكل وصول الأمريكيين مصدر ارتياح لكثيرين عندما كان الأمريكيون هنا كان في وسعنا الذهاب إلى مزارعنا ليلا بلا خوف لكنهم غادروا في توقيت دقيق لأن طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية ما زال ناشطين في مقاطعة أتشين منذ رحيلهم لم نعد نستطيع الخروج ليلا لأننا نخشى أن يعود مقاتل طالبان أو الدولة الإسلامية ونبقى في حالة تأهب دائم ليلا وانسحاب القوات الأمريكية هو أحد الوعود الانتخابية للرئيس دونالد ترامب الذي وقعت إدارته اتفاقا مع حركة طالبان في هذا الاتجاه في شباط فبراير الماضي في مقابل وعود غير واضحة من المتمردين ويقضي الاتفاق بخروج القوات الأجنبية من البلاد بحلول منتصف العام 2021 في المقابل تعاهد الطالبان خصوصا بمنع الجماعات الجهادية العابرة للحدود مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية من العمل في أفغانستان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر